بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم عبد الرحمن السديس فشكر الله له وللإخوة جميعاً ولكم أنتم أيها الإخوة المستمعون وبارك الله في جهد الجميع تلقيت هذه الدعوة للحديث في موضوع له أهميته من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الحال هذا الموضوع عنوانه أحكام الحج في ظل الجائحة والمراد بالجائحة هنا ما نزل بالناس من المسلمين وغيرهم من هذا الوباء والذي وصفته الآيات الصحية المحلية والعالمية بالوباء ووصفته بالجائحة وهو ما يعرف بمارض ووباء كورونا هذا المرض المعدي والذي انتشر في بقاع العالم وله تحولات والله سبحانه وتعالى نسأل أن يرفع البلا والوباء ويرفع الأذى يلطف بنا وبالناس جميعاً ومن حرص دولتنا المباركة وحكومتنا الرشيدة وفقهم الله جميعاً لكل خير وأعانهم على كل بر أن حرصوا على الجمع بين تحقيق المقاصد الشرعية بإقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وفي غيرهما من بيوت الله جل وعلا وفي الأماكن الشعائر المقدسة وهذه الشعيرة العظيم الحج وكذا العمرة وكذا الاعتكاف وكذا غير ذلك من الشعائر الإسلامية فحرصت الدولة وفقها الله على إقامتها مع الحرص على حفظ النفوس نفوس الناس المسلمين الذين يؤدون هذه الشعائر فجمعت بين المصلحتين الشرعيتين وبين حفظ الكليتين العظيمتين كلية حفظ الدين ممثلاً في هذه الشعائر شعيرة الحج وشعيرة العمرة وشعيرة الزيارة المسجد النبوي الشريف وشعيرة الصلاة في الحرمين الشريفين والاعتكاف وكذا في بيوت الله جل وعلا ننتشر على ثرى هذه البلاد المباركة فحرصت الدولة وفقها الله على إقامة الشعائر على حفظ كلية الدين بإقامة شعائره مع الحفظ على النفوس مع تحقيق حفظ الكلية الثانية وهي حفظ النفس التي تأتي في الترتيب الكل بعد حفظ الدين وأما في النظر إلى الجزئيات فقد تقدم الكلية النفسية كلية حفظ النفس أو كلية حفظ جزئية من عجزائها في باب الضرورات على حفظ جزئية في كلية الدين إذا كانت من باب الحاجيات أو من باب الضروريات ولكنها في جزئية فإن كلية حفظ النفس تقدم على الجزئية في حفظ الدين ومن هنا شرع للمريض الإفطار في نهار رمضان وشرع للمريض العاجز عن القيام بالصلاة على وجهها الأصلي الصحيح بأركانها وواجباتها وشروطها شرع له التخفف من بعض الأركان ومن بعض الواجبات ومن بعض الشروط من أجل حفظ نفسه صلي قائما فإن جاء في الحديث الصحيح صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب شرع التيمم بدلا للطهارة بالماء إذا لم يستطع استعمال الماء لمرض من جرح ونحوه وهكذا الإفطار للمريض وللعاجز بحسب أحوال المرض شدة وخفة واستمرارا وإزالة وعرضا أو عارضا إلى آخره وهذا ولله الحمد من يسر هذه الشريعة المباركة من رحمة الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد جاءت وقد جاء هذا التذييل في هذه الآية بعد ذكر الأعذار للصائمين الأحوال التي تعرض للصائم من مرض أو سفر ونحو ذلك وفي آية آية الحج قال جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا وقال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم هذا حكم عام ومبدأ كلي ومبدأ كلي ضروري يشمل جميع التشريعات جميع العبادات الظاهرة والباطنة كقوله جل وعلا أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكذلك الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم قول الله جل وعلا فاتقوا اللهما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا فهذا أصل كلي أعني رفع الحرج عن الناس وإرادة اليسر بهم وكذلك قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك والنصوص في هذا قطعية كلية وأحكام الحج الأحكام جمع حكم والأحكام تشمل الأركان والواجبات والشروط والأسباب والموانع وتشمل الواجبات والسنن والآداب والمستحبات وتشمل الأمور المحرمة والمكروهات المحرمات والمكروهات ويدخل المحرمات والمحرمات والمكروهات والمباحات والحكم الشرعي الوضعي والحكم الشروط والأسباب والموانع والرخص والعزائم والصحة والبطلان والفساد إلى آخره وما يتعلق بأحكام الحج في ظل هذه الجائحة أولا الوجوب فالحج لا يجب إلا على المستطيع فالمريض الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج والاستطاع هنا إما أن تتعلق ببدنه من حيث المرض تكلم عن الاستطاع من حيث المرض إما أن تتعلق ببدنه وإما أن تتعلق بمن يعول وإما أن تتعلق بغيره من الناس من عامة المسلمين فما يتعلق ببدنه فإذا كان مريضا لا يستطيع القيود على الراحلة ولا التنقل ولا غير ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحينئذ لا يجب عليه الحج حتى يشفى من المرض ويتعافى هذا بالنسبة للمرض العام أي أن كان أما المرض المعدي وهذا الذي يتعلق بمن يعول وبغيره أيضا من عامة المسلمين فلا يجوز له حتى لو كان هو قادرا على أداء المناسك مع مرضه فإذا كان المرض معديا كهذه الجائحة فلا يجوز له ويحرم عليه إذا أخفى شيئا من ذلك إذا أخفى الأمراض المعدية سوى هذا المرض أم غيره يحرم عليه ذلك ويكون آثما ويكون متسببا في إلحاق الضرر بالآخرين ويكون محاسبا على ذلك في الدنيا وفي الأخرى ولهذا يجب على على كل من رغب في الحج أن يقوم بالإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية التطعيم والتحصين والمسحة التي تكشف وجود المرض ووجود الفيروس في بدنه ويحرم عليه أن يخفي شيئا من ذلك وهكذا يسقط عنه الحج ولا يجوز له حتى لو قدر من حيث القدرة البدنية إذا كان المرض معديا وينتقل إلى غيره حتى ولو لم تظهر عليه أعراض المرض فإذا كان سليما وأبدأ أوضح كل المسائل المطلوبة المسائل الصحية والإجراءات الصحية والأسباب الصحية أوضحها كلها منه وبيّنها للجهات المختصة وأذنت له جاز له ذلك فإذا أذنت له بشروق وقائية واحترازية وجب عليه أن يلتزم بها من التباعد والجسد وكذلك تغطية الأنف والفم بالكمامة حتى لو كان في الإحرام يجب عليه فعل ذلك وهل يفدي أو لا يفدي هذه مسألة أخرى وحكم آخر جزئي يسأل عنه في حينه لكن لا يجوز له أن يهمل وأن يغفل الاحترازات الصحية والإجراءات الوقائية من الكمامة وغيرها من الإجراءات حتى لو تعارضت ذلك التباعد حتى لو تعارضت مع بعض الأحكام الجزئية التي تلك الأحكام التي مبنية على الوضع الطبيعي العادي فإن المسائل التي لها عوارض ولها أحوال لها أحكام خاصة تخصها يجب الالتزام بها فإذا ما أذن له والتزم بالشروط التي وجبت عليه وحتى الأمور الوقائية الاحترازية التي إرشادية ينبغي له أن يلتزم بها لأن من الأمور من الاحترازات الوقائية ومن الأمور الوقائية والإجراءات الوقائية ما هو محل لزوم يعني يلزم عليه على كل حاج ذكرا كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرة أن يلتزم بها هذه محل وجوب يساءل عنها ويعثم بتركها ويساءل عنها في الدنيا وفي الأخرى وما كان من الأمور الإرشادية التي هي نصائح فينبغي له أن يلتزم بها حسب حكمها إن كان إلزاما وإن كان إرشادا ويؤدي مناسك الحج ومناسك العمرة على وجهها إذا كان الوجه الأصلي لا يتعارض مع الإجراءات الوقائية والإحترازية الصحية فإن تعارض الوجه الطبيعي الأصلي أي الحكم الأصلي الذي هو على الصحيح وفي الظروف العادي على المحرم الصحيح وفي الظروف العادية إذا تعارضت هذه الأحوال وهذه الصفات مع الإجراءات الإحترازية والإجراءات الوقائية تقدم الإحترازات والوقايات ويفعل ما يستطيع من الأحكام مع المحافظة على الإحترازات والوقايات إجراءات الوقائية والإحترازية الصحية فإذا وقع في خلل وفي نقص فيسأل أهل العلم هل يجبر هذا النقص هل يلزمه أن يجبره ويجبره هذا على حسب أجبر أو جبر أما الالتزام فلا بد منه لكن هل فيه فداء أو فيه كفارة أو لا يلزمه شيء هذا يسأل عنه أهل العلم في حينها وأما الالتزام بالإجراءات فيجب عليه ذلك ويفعل النسك في الحال الذي يستطيعهم مع المحافظة على الإجراءات الوقائية والإحترازية فإذا كان مثلا من الإجراءات الاحترازية لا يستلموا الحجر فلا يستلموا لا يستلموا بعض أركان البيت العظيم العتيق فلا يجوز له ذلك والمندوبات تسقط والواجبات يقوموا به حسب استطاعة ويجبر الخلل ويجبر الخلل بحسب ما يفتى به في حينه هكذا في الطواف هكذا في السعي وهكذا في التفويج وهكذا في عند الإحرام يجب الالتزام بهذه الوقايات بهذه الاحترازات وبالأنظمة والتعليمات ويجب على جميع الحج أن يتعاونوا مع الجهات المنظمة ولا يجوز أن يكتم عنهم شيئا ولا يجوز له أن أن يتخفف من الإجراءات يجب عليه أن يلتزم بها وأن يفعلها وأن يضيع الجهات المنظمة في الزمان أو في المكان أو في الحال في جميع الأحوال في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة في جميع الأحوال هذا واجب عليه وعلى كل من يؤدي النسك أو يؤدي نسك الحج أو نسك العمرة ينظر في الأيصر له من أنواع النسك الذي يتماشى مع الإجراءات من حيث الكثافة فإذا كان مثلا التمتع قونه يعد العمر أولا ثم الحج ثانيا إذا كان هذا النسك الآن يرجع إلى الجهات المنظمة فإذا كان لها رأي في أنواع النسك فيلتزم بما ترشده بما تلزمه به وبما توجهه إليه اختصار أنواع الأطوفة إذا كانت الأطوفة إذا تكاثرت طواف القدوم طواف الحج طواف الوداع إذا تكاثرت إذا كان فيها للجهات المنظمة في أنواعها وفي عددها توجيه فيلتزم به فعليه الالتزام به التباعد التفويج يجب علي الحجيج أن يلتزموا بجميع الأنظمة والتعليمات والإجراءات فإن في ذلك مصلحة شرعية معتبرة فيها الحفاظ على النفوس معاول الله الحمد إقامة الشعيرة هذا واجب يجب أن يتنبه لذلك وهكذا من مسائل الذبح الهدي مثلا يلتزم بالإجراءات المنظمة لذلك والحمد لله الإجراءات فيها تيسير وفيها ترتيب وفيها تحقيق للشعائر للشعيرة العظيمة والشعائر العظيمة وفيها محافظة على النفوس فيجب الالتزام بذلك تعاون مع الجهات المنظمة هكذا في أثناء السيارات في أثناء الإحرام مما ينبغي أيضا أن ينبه له في من وهو مما يتعلق بأحكام الحج في ظل هذه الجائحة الاشتراب يمكن أن يشترط الحاج صغيراً أو كبيراً زمناً شيخاً هرماً امرأة رجل ذكر أنثى أن يشترر في ظل هذه الجائحة كما ورد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة التي ذكرت أنها تريد الحج وتجد نفسها شاكية فقال حجي واشترطي فلك على ربك ما شرط ما شرطتي أي ما شرطت هي المرأة فعند الحاجة ينبغي أن ويصنى الاشتراب عند الحاجة إلى ذلك عندما ظنّت الحاجة هذا الذي ورد في هذا الحديث وفي سببه سبب وروده لاختصار في الزمن إذا وردت التوجيهات بأن اليومين كفاية بعد العيد بعد عيد الأضحى بعد يوم العيد أن يكتفي الحجيج بيومين فيلتزم الحجيج بذلك تخفيفاً وتخففاً من تكرار الزمن ومن إطالته نظراً لظروف الجائحة هذه جملة من الأحكام والآداب والواجبات حضرتني في هذه الكلمة أسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجهود وأن يبارك في الجهود وفي الأعمال وفي الأعمار أسأل الله جل وعلا أن يجزي دولتنا خير الجزاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين سموه لعهده إجزيهما خيراً وأن يجزي جميع المسؤولين كل خير على ما يقدمون من خدمة للحجيج والمعتمرين والزائرين وأسأل الله أن ينفع بالجهود وأن يجزي العاملين في الصحة وفي الأمن وفي غيرهما من القطاعات التي تقوم على خدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يوفق الحجيج وأن يحفظ الجميع وأن يرزق الجميع التعاون على البر والتقوى مرة أخرى أشكر لرئاسة الحرم أن دعتني لإلقاء هذه الكلمة ووجهت لي الدعوة لإلقاء هذه الكلمة والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه أسأل الله جل وعلا أن يحفظ البلاد والعباد وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل بر أنه لذلك جل وعلا والقادر عليه والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته